إذن إذا سمحت لي عقيد الفلاحي لنبدأ من هذا القلق لدى البنتاجون الأمريكي من نصر تكتيكي على حساب هزيمة استراتيجية لإسرائيل ماذا تقرأ في هذا التصريح؟ نعم حقيقة هذا التصريح يرتبط بالعديد من التصريحات الأمريكية في الفترة السابقة لأنه يجب أن نعرف أهداف الحرب التي تتكلم عنها إسرائيل يعني عندما نقول تدمير قدرات حماس ماذا يعني بتدمير قدرات حماس؟ في البداية التصريحات الإسرائيلية كانت تتكلم عن نزع السلاح إنهاء السلطة المدنية والحكومية والعسكرية لحماس في الداخل الآن هذه العملية العسكرية أوشكت على الانتهاء في جميع مراحلها يعني الأولى والثانية والثالثة في جميع المناطق التي دخل فيها الجيش الإسرائيلي ولكنها لم تتمكن من نزع السلاح لم تتمكن من القضاء على حماس حكوميا ومدنيا وسياسيا والعمل العسكري لا زال كبير جدا الآن يتكلم جيش الإسرائيلي بأن حماس تقوم بعملية إعادة التنظيم وعملية التجديد التجديد بمعنى أن هناك كسب جديد لمقاتلين جدد يجري تدريبهم الآن لغرزجهم في المرحلة المقبلة هذا ما يتكلم به الاستخبارات الإسرائيلية الآن وهذا ضد تماما ما كان يتم الحديث عنه القضاء على حماس بشكل كامل يعني فقط نتوقف عند ما ذكره للتو عبد القادر نقلا عن رئيس الوحدة الاستراتيجية لسلاح الجو الإسرائيلي الذي كان يقول أنه تم القضاء فقط بعد ثمانية أشهر أنه تم تدمير 35% إلى 40% فقط من قدرة حماس إذن عن أي نصر تكتيكي يمكن الحديث نعم هو يتكلم حتى في 35% إلى 40% بمعنى أن هناك 60% من قدرات حماس لا زالت موجودة سواء كانت قوة بشرية أو قوة مادية عندما نتكلم نتكلم عن أنفاق لا زالت فاعلة بشكل كبير جدا والآخر التقاريد تشير إلى أن 65% من الأنفاق لا زالت تعمل بشكل جيد عندما نتكلم عن الأسلحة ونتكلم عن جيش الاحتلال يتكلم عن عملية تصنيع تجري في داخل قطاع غزة حتى أنه قال بأنه هناك أكثر بـ 50 ألف قنبلة أطلقت على القطاع 5% من هذه القنابل لم يتم تفجيرها وبالتالي تستخدمها حماس الآن في عملية تدوير لغرض إدخالها إلى الصناعات العسكرية وهذا يعني بأنه 35% التي يتكلم عنها هي قد تكون كبيرة جدا على قدرات حماس التي قالوا عنها علما بأنهم يتكلمون عن التجديد وهذا يعني بأنه هناك قدرات جديدة وضيفة والدليل على هذا بالأمس كان هناك صاروخ السهم الأحمر الذي استخدمه لأول مرة في الحرب في هذه وإذا نربطه بالواقع الأرض والإعلان من قبل رئيس هيئة الأركان عن انتهاء العملية البرية المكثفة على رفح وأن هذا يتوقع أن يعلن قريبا ما الذي يعنيه فعليا مثل هذا الإعلان وخصوصا أن إسرائيل تقول أنها ستبقي على قوات على محور فلادلفيا نعم هم يتكلمون عن انتهاء المرحلة المكثفة عن العمليات العسكرية ويريدين أن ينتقلون إلى العمليات العسكرية المكثفة في الفترة القادمة بقوات محدودة وبعمليات سريعة كالتي جرت في النصيرات مثلا في جباليا بأن تكون العمليات بهذا المستوى ولكن هنا يجب أن نضع بعض الحقائق في هذا الأمر أولا بأن الجيش الاحتلال ينوي البقاء في محور نتساريم وينوي البقاء في محور بلادي ليفيا بالإضافة إلى المنطقة العازلة على طول قطاع غزة مما يعني بأن هناك قطاعات عسكرية ستكون متواجدة في هذه الفترة عملية النصيرات هي عملية استثنائية لا يمكن البناء عليها حتى عندما يتكلم قبل قليل عن نصر استراتيجي ويتكلم عن إنجازات تكتيكية مؤقتة هذا إنجاز تكتيكي مؤقت لم يؤدي إلى أطلاق جميع سراح الأسرة وبالتالي هذه العملية قد لا تتكرر في المستقبل خصوصا إذا ما تم كشف هذه العمليات أو أن فصال المقاومة قامت بسد جميع الثغارات بالإضافة إلى أن القوات المتواجدة لديها أخذت في الحسبان بأن جيش الاحتلال سيقوم بتنفيذ مثل هذه العمليات مما يعني بأنه ستكون هناك قوات موجودة من فصال المقاومة مكلفة بمواجهة أي عمليات اقتحام كالتي جرت في النصيرات مما يعني بأن أي عملية عسكرية قد تؤدي إلى خسائر كبيرة جدا وهذا لا يمكن البناء عليه ضمن استراتيجيات إذا ما كانت في حسابات الجيش الإسرائيلي أن يقوم بمثل هذه العمليات هو يريد أن يقوم بعملية الممر والغارة عملية مداهمات إلى الداخل عمليات تفتيش محددة ثم الخروج مرة أخرى هو يتكلم عن إيجاد بديل لحماس ولكن هذا البديل لغير موجود لحد هذه اللحظة يعني هناك كثير من علامات الاستفهام عن عدم موجود رؤية لا سياسية ولا عسكرية واضحة للمرحلة المقبلة علما بأن التهديدات على جبهة الشمال هي كبيرة جدا وأنا أعتقد لحد هذه اللحظة بأن الجيش الإسرائيلي في جميع الحسابات إذا ما جلس المراقبين والمختصين والخبراء لن يستطيع أن يفتح جبهة الشمال وأن يقوم بعملية عسكرية كالتي قام بها في قطاع غزة لأن لا الإمكانيات ولا القدرات كقوة بشرية وقوة مادية قادرة للجيش الإسرائيلي أن تفتح هذه الجمال خصوصا بعد ما قام به في داخل القطاع على العموم سنتابع طبعا وتبقى الأسئلة التي ذكرتها معلقة أشكرك جزيلا